ايه الجمال ده؟ وليلن الى ليلن يظهر علما يا ثرى احنا بنصحى الصبح نعمل ايه؟ اللي بيصحى عرفان من عشته وحطت همومه قدامه واللي مشغول بالمذاكرة واللي مشغول بالامتحانات او بالمشاكل اللي في شغله طب سؤال هو دهون ما كانش عنده مشاكل؟ يا الهي دي مشاكل متلتلة فوق دماغه ده راجل بيدير مملكة كبيرة فيها سرعات ومؤامرات ضده ده حتى ابنه ابشلوم عمل ثورة ضده قعدت اربع سنين قعد هو اربع سنين عايز يسرق الملك من ابوه يبقى اكيد مش المشاكل اللي بتخلينا ننسى ربنا لكن الفرق ان داود عارف سكته يرفع عنه الفوق يفتكر ربنا ملك الملوك ورب الارباب ويقول السموات تحدثه بمجد الله والفلك ويخبره بعمل يديه ويرمي كل مشاكله وكل همومه على اللي خلق السموات والارض عشان كده في مصموره رقم خمسة وخمسين يقولك ايه القي على الرب همك فهو يعولك لا يضع الصديق يتزعزع الى الابد نفس اللي قاله القديس بطرس في رسالته الاولى اصحاح خمسة ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم ما فيش شك يا جماعة ان الخليقة بتعلي عن قدرة ربنا وعن مجده فعلا السموات تحدثه بمجد الله والفلك يخبره بعمل يديه عشان كده لو فيه واحد مش بيؤمن بوجود ربنا سمعه المزمور ده كتير القديس بوليس في رسالته الاهل الرومية يقول لنا ايه لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته فالخليقة يا جماعة هي الشاهد الاول لربنا عند البشر لانها لغة بيفهمها الطفل وبيستمتع بيها الفيلسوف والعالم الحقيقة ما فيش قطعة شعرية بتحمل دلائل ضد الالحاد اروع ولا افضل من كلمات المزمورة 19 ده بيحكى ان نابليون مره في البحر الابيض المتوسط كان راجع من مصر وبعدين سمع واحد من الزباط بتوعه ملحد فعمالي بقى يتكلم وكده راح نابليون باصص للنجوم وقال له هو مين اللي صنع دي؟ طبعا الزبط تتكتم وما نطقش ولا عارف يرد عليه اسكننا احنا يا جماعة بنقدر نتعرف على اي فنان من اعماله الفنية يعني نقول مثلا اللوحة دي بتاعت بيكاسو لكن اللوحة دي بتاعت دافينشي يبقى احنا مش عايزين نتعرف على ربنا من السماوات اللي خلقها ومن الفلك اللي بيخبر بعمل يدي دي السماوات وعلم الفلك وملايين النجوم والمجموعات الشمسية بتكشف لينا عن مجد ربنا وبتخلينا نفرح ان كل ده تخلق عشانه من فضلك كل يوم الصبح افتح الشباك وبص للسماء وصلي المزمور 19 بلاش تبص لتحت زي الكائنات التانية اللطيف ان القديس بوستينيوس بيعتبر ان السماوات هي الانجليين والرسل ليه؟ لانهم غيروا حياتنا الارضية الى حياة سماوية انت كمان خليك سما خليليك تأثير خليليك دور فعال يغير في حياة الناس اللي حواليك للأفضل ويكمل المزمور ويقول يوم الى يوم يبدي قولا وليل الى ليل يظهر علما فعلا مفيش يوم بيعدي ولا ليل بيفوت من غير ما ربنا يظهر لنا شهادة واضحة عن قدرته وعن حنوه وعن أبوته ده كفاية بس يا جماعة علم الفلك ازاي الشمس والقمر والكواكب والنجوم مش بيغبطوا في بعض ولا بيصطدموا في بعض في نظام دقيق وفي تناسق عجيب بيتوالى فيه الليل والنهار كل يوم وكل ليل وبيظهر أسرار خفية تبين عظمة ربنا ويكمل المزمور فيقول داود النبي لا قول ولا كلام الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم يقول القديس أثاناسيوس السكندري بينما في تلك الأيام كان يكرز بالنموس من دان إلى بئر سابع الآن في كل الأرض خرج منطقهم فدي نبوة لداود النبي عن الأباء الرسل اللي كرزوا في كل المسكونة واللي القديس بوليس أكدها في رسالته إلى أهل الرمية أصحاح عشر لما قال لعنهم لم يسمعوا بلى إلى جميع الأرض خرج صوتهم وإلى أقاص المسكونة أقوالهم وأكد الكلام ده القديس جيروم وقديس يوحنا دهبي الفم ويكمل المزمور جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العريس الخارج من خدره يتهلل مثل الجبار المسرع في طريقه من أقاص السماوات خروجها ومنتهاها إلى أقصاء السماء ولا شيء يختفي من حرارتها الشمس في العبرية وفي الأرمية مذكر إحنا عندنا مؤنس نقول هذه شمس وهذا قمر عشان كده الأباء بيقرنوا الشمس دايما بالعريس والسيد المسيح والعريس السماوي هو شمس البر اللي مكتوب عنه في سفر ملاخي ولكم أيها المتقونة اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحاتها فتخرجون وتنشأون تنشأون هنا يعني تنمو تنشأون كعجول الصييرة عجول الصييرة هي العجول اللي بتتعلف وتجبر وبسرعة تنطلق في الغير وتمرح وتقفز من الفرحة في الهواء والشمس دي نصبت في كبد السماء خيمتها فبقيت عاملة زي مالك جبار يضرب الخيمة بتاعته وبسرعة يخلحها ويرحل لمكان تاني فتشع ببهاءها على مشارق الأرض وعلى مغاربها وتبعث حرارتها لتهب حياتا يقول القديس أوسطينوس هكذا جاء شمس البر يشرق على نفوس مؤمنين في المشارق والمغارب ليهبهم استنارة ودفءا روحيا وحياة متجددة على الدوام إنه هو الذي يعد خيمته خيمته هنا عن الكنيسة في الشمس على مرأة من جميع الناس ويقول القديس غريغوريوس أسقف نيسس كالعريس الخارج من خدره لقد خطبنا عروسا له خلال إعادة ميلادنا سريا عزيز المشاهد هكتفي كده بشرح النص الأولاني من المزمور 19 علشان أسيبك تستمتع بكلمات وهي متلحنة وأتمنى أن كلماته العميقة تنزع أي شكوك إيمانية من قلبك ومن قلب أي واحد لا يؤمن بوجود الله وإلى اللقاء قريبا مع النص التاني من نفس المزمور ولإلهنا المجدداء من الآن وإلى الأبد آمين